أعزائي طلاب الصف التاسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية ضمن برنامج دروس التعلم عن بعد عنوان درسنا بطل الصحراء للشاعر أحمد شوقي سنتناول اليوم إن شاء الله الجزء الأول منه فهيا بنا أعزائي الطلاب من صاحب الصورة؟ وماذا تعرفون عن هذه الشخصية؟ سأقدم لكم بعض المعلومات لتكتشفوا هذه الشخصية أحد أشهر رموز المقاومة العربية ضد المستعمر قاوم الإيطاليين وهو في الثالثة والخمسين من عمره هل عرفتم من هو؟ سأضيف معلومة أخرى ولقب بشيخ المجاهدين وأسد الصحراء هل عرفتم من هو؟ خذوا هذه المعلومة قبض عليه وأعدم وهو في الثالثة والسبعين من أجل إضعاف روح المقاومة الليبية لكن إعدامه زاد في حدة الثورات التي أثمرت طرد المستعمر من البلاد فهل عرفتموه؟ بوركتم إنه البطل المجاهد عمر المختار واسمه عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ممثلة للمعنى تستنتج الفكرة العامة للنص توضح معاني الكلمات من خلال السياق الواردة فيه تحدد أفكار النص الرئيسة والأفكار الفرعية من خلال شرح الأبيات بين يدي النص في البداية لا بد أن نشير إلى السبب الذي دع الشاعر إلى إنشاء هذه القصيدة فما مناسبة القصيدة؟ تابع معي قاوم الشعب الليبي الاستعمار الإيطالي بقيادة عمر المختار سنوات طويلة في سبيل نيل الحرية والكرامة واستطاع الاستعمار أن يوقع بالبطر لعمر المختار فأسر ثم حكم عليه بالإعدام وبعد إعدامه قام المستعمر بإلقائه من الطائرة في الصحراء الليبية فألهبت هذه الحادثة مشاعر العرب وانبر الشاعر أحمد شوقي يعزف على قيثارته ألحان الخلود في رثاء هذا البطل الشهيد الذي قدم روحه رخيصة في سبيل الذود عن حياض الوطن على الرغم من كبر سنه التعريف بالشاعر ماذا تعرف عن الشاعر أحمد شوقي؟ بوركت شاعر مصري ولد عام ستة وثمانين وثمانمائة وألف للميلاد لقب بأمير الشعراء لإسهاماته الكبيرة في تجديد الشعر العربي وله إسهام كبير في مجال النثر حيث قدم أعمال متعددة منها أسواق الذهب وتعد مسرحياته الشعرية رائدة في مجالها ومنها مصرع كليو بترا ومجنون ليلى والست هدى والبخيلة وعلي بيك الكبير وقنبيز توفي عام اثنين وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد القراءة والاستيعاب القراءة الصامتة يجب عليك عزيز الطالب أن تقرأ القصيدة قراءة صامتة لتحدد الفكرة العامة لها والآن قم بإيقاف المقطع لمدة خمس دقائق وقرأ النص ثم من خلال فهمك أجب عن الأسئلة المعروضة أمامك الفكرة العامة للنص بالتأكيد عزيز الطالب من خلال قراءتك النص استطعت أن تحدد الفكرة العامة للنص فما الفكرة العامة التي دار حولها النص أحسنت تمجيد بطولات عمر المختار وتخليد ذكراه القراءة الجهرية استمع عزيز الطالب إلى القراءة النموذجية للقصيدة ثم قم بمحاكاتها مستعينا بالإرشادات ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جير الغد البغضاء جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء يا أيها السيف المجرد بالفلا يكس السيوف على الزمان مضاء تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء وقبور موتى من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء خيرت فاخترت المبيت على الطواء لم تبن جاها أو تلم ثراء لم تبق منه رحل وقائع أعظما تبلى ولم تبق الرماح دماء بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء لكن أخو خيل حما صحواتها وأدار من أعرافها الهيجاء يا أيها الشعب القريب أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رثاء ذهب الزعيم وأنت باق خالد فانقد رجالك واختر الزعماء وأرح شيوخك من تكاليف الوغاء واحمل على فتيانك الأعباء معاني المفردات والآن دعونا أعزاء الطلاب نحدد المعاني السياقية لبعض مفردات النص بدأ الشاعر قصيدته بالحديث عما فعله المستعمرون بجثمان الشهيد عمر المختار بعد إعدامه فقال ركزوا رفاتك في الرمال لواء لقد ركزوا هذا الجثمان في الرمال وكأنه راية خفاقة فما معنى ركزوا أحسنت ثبتوا ونصبوا ثم عبر الشاعر عن غضبه على المستعمرين فقال يا ويحهم نصبوا منارا من دم فما معنى ويحهم أحسنت الويل لهم جرح يصيح على المدى ما معنى المدى؟ إن استشهادك جرح عميق في قلب الأمة وهذا الجرح ستبقى آثاره ولن تزول إذن ما معنى المدى؟ أحسنت على مر الزمان ولكن هل لكلمة المدى معنى آخر؟ أحسنت تأتي المدى بمعنى المسافة أو المجال أقول هذا صاروخ متوسط المدى أو قصير المدى أو طويل المدى ثم في البيت الرابع يخاطب الشاعر المختار ويشبهه بالسيف المشهور بالفلا فما معنى الفلا أحسنت الفلا جمع فلا وهي الأرض الواسعة المغفرة والآن دعونا نحدد بعض علاقات التضاد الواردة في المقطعين أحسنت في البيت الأول بين كلمتي صباحا مساء وكذلك بوركت في البيت الأخير بين كلمتي شباب وكهول وهناك تضاد آخر حاول تحديده بمفردك لو سألتك عزيز الطالب عن إعراب كلمة ركزوا في البيت الأول فبما ستجيب بوركت فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواوي الجماعة وما موقع واوي الجماعة من الإعراب أحسنت ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وماذا نسمي الألف التي جاءت بعد واوي الجماعة أحسنت إنها الألف الفارقة والتي ترسم بعد واوي الجماعة المتصلة بالأفعال أفكار النص أعزاء الطلاب لا بد في البداية من شرح أبيات القصيدة لنحدد أفكارها الرئيسة المقطع الأول يشرح الشاعر ما فعله المستعمر بحق الشهيد عمر المختار فلقد ثبتوا جثمانك أيها الشهيد في الصحراء راية خفاقة تحض وتحث على الثورة والكفاح في كل حين ثم يعبر عن غضبه على هذا الفعل فيقول الويل والهلاك لهؤلاء المستعمرين الذين جعلوا من دم الشهيد شعلة تبث في نفوس الأجيال الحقدة والكراهية ضدهم ثم يقرر إن استشهادك أيها البطل طعنة في قلب الأمة تناديها للثأر على الدوام وأنت ضحية على طريق الحرية المصبوغة بدماء الشهداء إذن ما الفكرة الرئيسة التي دارت حولها الأبيات أو بمعنى آخر ماذا أراد الشاعر من خلال هذه الأبيات أحسنت تصوير جريمة إعدام عمر المختار وأثرها على مشاعر الشعوب العربية المقطع الثاني يتوجه الشاعر إلى المختار متحدثا عن بطولته فيقول أيها المختار يا سيفا مسلولا في وجوه المستعمرين منك يستمد المقاومون والأبطال قوتهم وعزيمتهم وإصرارهم على مر الأيام وهذه الصحاري التي تجاهد فيها هي مهد المجاهدين الأبطال الذين أحسنوا مقاومة المستعمرين فأوقعوا فيهم شر البلاء ولا عجب ففي هذه الصحاري دلائل على البطولة ففيها قبور لأولئك الأبطال من بني أمية شبابهم وكهولهم الذين قاتلوا على أرضها واستشهدوا ولم يزل ذكرهم باقيا على مر الأيام إذن ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات أحسنت بطولة المختار امتداد لبطولات الأجداد أنشطة الكتاب افتح كتابك الصفحة السادسة والأربعين أولا لغة النص استنتج معاني المفردات الآتية من خلال السياق ركزوا رفاتك في الرمال لواء رفاتك ماذا تعني في السياق أحسنت جثمانك والرفات في الأصل هي بقايا عظام الميت الكلمة الثانية يكس السيوف على الزمان مضاء مضاء من المقصود بالسيوف هنا أحسنت الأبطال وماذا يستمد الأبطال من عمر المختار بوركت ثباتا وعزيمة الكلمة الثالثة الطوى سنتناول إن شاء الله هذه الكلمة في المقطع القادم النشاط الثالث قال الشاعر وَقُبُورُ مَوْتَى مِنْ شَبَابِ أُمَيَّةٍ وَكُهُولِهِمْ لَمْ يَبْرَحُوا أَحْيَاءً ما معنى أحياء ما معنى أن هؤلاء الأبطال لم يبرحوا أحياء أحسنت بسيطهم وذكرهم باق وخالب ضع كلمة أحياء في جملة مفيدة من تعبيرك بحيث تؤدي معنا آخر غير معناها في البيت السابق بوركت يا بني تجول السائح في أحياء المدينة انتقل إلى الصفحة السابعة والأربعين ثانيا الفهم والتحليل اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي الغرض العام من القصيدة هو بوركت تمجيد بطولات عمر المختار وتخليد ذكراه نشاط ختامي هات من القصيدة البيت الدال على المعنى الآتي ما فعله المحتلون بعمر المختار جلب لهم الكرهة في نفوس الأجيال سأترك لكم أعزاء الطلاب الإجابة عن هذا السؤال مستعينين بما ورد في الشرح وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة حيث استنتجنا الفكرة العامة لنص بطل الصحراء ثم درسنا المقطعين الأول والثاني منه حيث وضحنا المعاني السياقية لبعض المفردات ثم حددنا الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعية وسنكمل شرح ما تبقى من القصيدة في الحصة القادمة إن شاء الله ولا تنسى عزيز الطالب أن تحفظ المقطعين الثالث والرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة